موسيقى موسيقى مساء الخير وأهلا وسهلا فيكم جميعا بنادوتنا الامتحانية على منصة التربوية السورية جلستنا اليوم مخصصة لطلاب الصف الثالث السنوي بجميع الفروع العلمي والأدبي والشري سنناقش آلية التعامل مع اختبارات اللغة الفرنسية الاختبار المخصص للغة الفرنسية كونها داخلين على الدورة التكملية قبل البدء اسمحوا لي أعرف بنفسي أنا رولا عمر مواجهة اختصاصية لمادة اللغة الفرنسية في مديرية تربية تريف دمشق ويسعدني اليوم يقدم زميلاتي القديرات رانا وولما أهلا وسهلا فيكم أهلا وسهلا أهلا وسهلا بالجميع أنا المدرسة رانا كليسلي من تربية دمشق لما الصباغ من تربية دمشق أهلا فيكم مثل ما حكيت اليوم جلستنا مخصصة لطلاب الصف الثالث السنوي رح نناقش آلية التعامل مع نموذج الامتحان وكيفية تجاوز العقبات أو كيف الطالب رح يقوم بمراجعة سريعة كونهلا ومسبقا قدم المادة بس عنده الفرصة الثانية لتحسين العلامة رح نبلش بناخد الشاشة رح نبلش بنموذج الامتحاني لمادة اللغة الفرنسية بجزئياته والمهارات القائمة عليها خلينا نبلش بالأقسام النموذج الامتحاني رانا ونشوف عن شو بيحكي كل قسم وشو بيحمل عن أي مهارة وشو مجموعة العلامات اللي طالب ممكن يحصلها بكل قسم هاي الأقسام بالنسبة للصف الثالث الثانوي العلمي هلأ رح نبدأ بالنموذج الامتحاني اللي بيخصه في عنا القسم الأول اللي هو قسم الفهم الكتابي اللي هو بيشوفه فيه نص وفيه عليه أسئلة واللي مخصص له 120 درجة في عنا القسم الثاني اللي هو قسم القواعد مخصص له 80 درجة في عنا القسم الثالث اللي هو قسم التعبير الكتابي اللي هو مخصص له 100 درجة بينقسم ضمن قسمين القسم الأول هو ترتيب جمال أو ترتيب جمال من حوار والقسم الثاني هو إنشاء موضوع اللي بكتبه الطالب بإيده. هذا على 200 علامة بتصير المجموعة العام كله 300 درجة للمادة الفرنسي بالنسبة للصف الثالث السانوي العلمي طبعا بالنسبة للأدبي بينزاد على 200 درجة اللي هي بتخص الملحق الأدبي ومنحكي عنا خلال الندو. نحكي عنا بالتفصيل نبلج بالقسم الأول القسم الأول هو عبارة عن النص الموجود. رح يشوفوا نص هو مشابه لأي نص موجود ضمن الكتاب نحن عنا بالكتاب ست وحدات كل وحدة إلى تيم معين أو موضوع معين النص الموجود هو مشابه لأي موضوع من هالموضوعات الستة اللي أخذ الطالب خلال السنة الدراسية. رح يشوف نص فيه الموازي يعني نص متواجد فيه مجموعة من المفردات الطالب تعلمها خلال السنة موجودة إما بالمربع اللي مكتوب عليه فوكاب أو من المفردات اللي تعلمها من التمرينات الموجودة بعض النص الكتابي الموجود طبعا بكل وحدة فهيك هذا بيعني أنه هذا نص موازي رح يشوف فيه نفس المفردات ما رح يشوف مفردات غريبة ممكن يشوف بعض المفردات الغريبة أو اللي ما أخذها قبل هلأ بس هي ما بتعيق الفهم ولا يسأل عمنا الطالب غير مستهدفة بالقياس غير مستهدفة بالقياس فهذا هو بالنسبة للناس بعض النص رح يكون في عنا مجموعتين من الأسئلة أول مجموعة من الأسئلة اللي هي صح وخطأ هي بتتضمن أسئلة بتستهدف شكل النص وبتستهدف عناصر الموقف التواصلي يعني مين عم يتحدث مع مين أمتا كان أو دكوا عن ماذا يتحدث النص هذول عناصر كلها مع الشكل بيكونوا مستهدفين بأول قسم من الأسئلة بس هذا ما بيغغي أنه نحن نستهدف فكرة أساسية أو فكرة عامة أو فكرة فرعية بتخص النص تماما القسم الثاني من الأسئلة هي أسئلة بتخص الأجزاء التفصيلية للنص أو تفاصيل النص الأفكار التفصيلية للنص واللي كمان هي بقدر الطالب يجعب عليها بكل سهولة هون معنى صح أو خطأ هون عبارة عن سؤال وقاله أربع خيارات والطالب بس عليه القراءة بشكل جيد والفهم بشكل جيد ويجاوب بأحد الخيارات من الأربع وهو طبعا بكل سؤال بحاجة أنه يرجع للنص لحب تاريخط بالدرجة الأولى لا يعتمد أبدا على الثقافة العامة ولا يعتمد معلمات الحفظية أنا بدي أجاوب وقيم السؤال إذا كان صحيح أو خاطئ من خلال النص أو إختار الخيار الصحيح واستبعد من شتتات للثلاثة الباقية من خلال النص الموجود أمامي في ورقة الامتحال نرجع من عيد نحن صحيح أن نص موازي أو مثل ما بنسميه نص خارجي بس هو منه غريب عن الطلاب ونص مؤلف من الكوكتيل من نصوص الكتاب من مفردات الكتاب من تعابير الكتاب ما في شي غريب عن الطالب الذي درس الكتاب بشكل كامل ما رح يكون صعب عليه إذا صاروا مرت أي مفردة أو تعبير جديد فهو هي لا تعيق الفهم النص بشكل عام أو حتى بشكل تفصيلي وأبدا ما رح تكون مستهدفة من ضمن الأسئلة الموجودة بورقة الامتحال هاي بالنسبة للقسم الأول أو هي مهارة الفهم الكتابي بالنسبة للعلامات رانو كيف مقسمة؟ مثل ما قلنا هنين 120 درجة في عنا أول أربع أسئلة الصح وخطأ 10 درجات وفي عنا الأسئلة الباقي اللي هي اختيار من متعدد في عليها 20 درجة بالمجمال هنين 120 درجة ومن الحد الأدنى للنجاح بالنسبة لطالب العلمي تمام من 300 درجة هيدا القسم الأول القسم الثاني أنسي لما لو سمحت القسم الثاني بيشمل المفاهيم اللغوية والنحوية اللي هي تستهدف كل القواعد اللي درسها للطالب خلال السنة الدراسية في عنا طبعا عشر جمال كمان خير من متعدد كل جملة عليها 8 درجات طبعا هي أكيد كل جملة هتستهدف قاعدة وبجوز نستهدف قاعدة بأكتر من جملة بالإضافة إنه بهدول الجمال العشرة حيجينا شيء له علاقة بالمفاهيم النحوية اللي اقترق للطالب بالصف الأول السانوي والصف الثاني السانوي معناتها العشر جمال اللي موجودين بقسم المفاهيم اللغوية والنحوية تحت 80 تحت درجة اللي هي 80 علامة لحيستهدفوا كل النقاط القواعدية اللي أخذ الطالب أثناء السنة الدراسية من الوحدة الأولى للوحدة السادسة ونحنا عنا تقريبا ست نقاط قواعدية بالإضافة لبعض الخبرات السابقة اللي موجودة بصف العاشر والحادي عشر والنسبة عن هدول من 80 علامة من 15 ل20% من العلامة من مجمل العلامة يعني تركيز الأكبر رح يكون أكيد على النقاط القواعدية اللي درست طالب خلال عام دراسي بالبكالوريا تماما فينا ناخد فكرة عن النقاط القواعدية أو المعارف المسبقة قواعديا من صف العاشر والحادي عشر المنفول الطالب يطلع عليها قبل الامتحان أكيد هلحنا في طالب تطرق بالأعوام السابقة مثلا الأكور للأكور للأكور والأكور 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 بعدين لدينا الأدفر في عنا الكونكوردانس دو تن بسكو 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 في عنا كما الباسيب والأكتيف سيبجنكتف والأكور وإستخدام وفي عنا الكوز والكونس والبخون والأكور والأكور بتوقع أغلبية الشغلات الموجودة عنده اللي لازم تترك له كمان في الكون الز نحن ناخدهم بتفصيلات من دو النقاط القواعدية من أساسيات اللغة لازم تكون من المسلمات واللي تبع النقاط القواعدية الموجود بكتاب بكالوري فمسبقا هو قادر أنه يحلعين أو بحاجة يتمكن هاي النقاط القواعدية طبعا أكيد أثناء دراسته طول السنة لأي نقطة قواعدية فهو يستخدمها سواء كان بالأجوبة بالأكسپرسيون أورال أو بالأكسپرسيون طبعا المفاتيح حتى يكون شفرة النص الجديدة أمامه بالامتح هذول الدلالات دائما اللوكيسيون والكونجونسيون اللي بيدلو أو الأكسپرسيون اللي بيدلو حتى يعرف والإجابة على النص على أسئلة النص الموجودة بالقسم الأول أو باستهدافها كمفهوم لغوي مفهوم نحوي بسؤال من خيارات متعددة طبعا المفروض الطالب يقرأ الجملة منيح يستبعت المشتتات اللي موجودين لتلاتة لحتى يختار الخيار المناسب لكل جملة ومثل ما قالنا أنه كل خيار عليه 8 علامات بيشمل 10 جمال منهم 15 إلى 20% من الخبرات السابقة والبقاية كلها من النقاط القواعدية اللي أخذها بالبكالوري وأننا يأكد أكيد على قراءة الجملة بشكل كامل ما نلتزم بس بما يوجد قبل الفراغ أو بعد الفراغ الجملة كتلة كاملة لأنه تتمت الجملة مانا الديكور موجود جملة من أولى لآخرة مهمة فهمة كل مفردة موجودة فيها إلى ضرورة لحتى يختار الطالب الخيار الصحيح طيب فينا ناخد فكرة سريعة بس عن نقاط القواعدية الموجودة اللي لدينا بكتاب الديكوري أكيد هلأ إذا بلشنا بالوحدة الأولى النقطة القواعدية الأولى الموجودة بوحدة الأولى هي الإكسپريسيون دو بوت الصفحة بس راني لارزو محتي الصفحة موجودة 14 على 14 طبعا لدينا القاعدة اللي هي التعبير عن الهدف طالب يحلل ناس أو جمل موجودة ضمن ناس معين محطوط بكادر لحتى يقدر يحلل منطقيا الجملة ويعرف أي أداة بتعبر عن هدف يستخدمها لحتى يكمل الجملة الموجودة عنده يعني بلإمتيح رحيكم في عنده جمال مشابهة أو مثيلة هاي جمال موجودة بس طالب شو لازم يختار هلأ الطالب تبعنا بدي يشوف طبعا نحن في عنا مجموعة أدوات بتخص التعبير عن الهداف في أدوات عبارة عن تتبع بالمصدر وفي عنا مجموعة أدوات تتبع بالزمن فطالبنا في عنا الأهداف تعتمد على مثلا بور وبرك بدنا نختار نشوف إذا كان عنا مام سجي نفس الفاعل بالجملتين وجاي بعد الفراغ عنا فعل بالمصدر مفروض نختار بور أو إذا جاي عنا طبعا فعل مصرف أسي بشنكتيف ما دو سجي ديفير يعني فعل مختلفين نختار بور ك بدي انتبه أنه في هدف للتحقيق مثل بور بور ك وهدف ايف تجنوب مثل عندي بور ك ك الكلمات اللي بدل على الخوف والخشي أو طريقة مثل دو فاستون ك فإذا طالبنا لازم بعد الفراغ وطبعا أي نوع أي أداة من الأدوات المستخدمة بالإكسپريسيون دو بيوت لازم يختار يعني معنا نحن هذا الدرس الطالب لازم يتمكن من اللي لوكيسيون أو البحيبوزيسيون طبعا تعطيني إكسپريسيون دو بيوت كل واحدة شو استخداما يمتب تستخدم إضافة لزمان السبجونكتيف هو مسبقا مفرد أنه تبكى منه من الصف الحادي عشر وهنا مثل مراجعة لألو واستخدام فعلي لألو لهذا السبب تمام بالنسبة للنقطة القواعدية الثانية عندي الأوبوزيسيون 34 الموجودة طبعا بالكتاب صفحة 34 الأوبوزيسيون عندي مجموعة أدوات اللي مستخدمها لحتى نعبر عن التضغط أو التعاكس بالجملة في عندي طبعا كل مجموعة أدوات بدي يجي بعدها مختلفة عن الثانية في عندي مجموعة أدوات مثل مامسي مي مالغري pourtant مفرود أنه تتبع بجملة فراز verbal على الإندكاتف سوا أنبخزان أو بسي كوموزي أمبرخفي إلى آخره بيان ك كوك كمان عندي فراز verbal كونجيو أو سيبشنكتف عندي مالغري لازم كون عن ناو أو غروب نومنال و بالأخير عن ناو اللي تتبع بي برب على الإنفينيط طبعا أكيد الطالب لازم يقرأ كل الجملة يشوف طبعا هي كل الفراغ متبوع بأي أداة لأنه طبعا كل أداة إلى استخدام معين وحسب الفراز الموجودة بعد الفراغ المفروض الطالب يختار الكونجيو أو اللوكيسيون المناسب تمام نكفي مع الآن سرانا للوحدة التالتة النقطة القواعدية هي بالصفحة 54 النقطة القواعدية هي عن ديسكور ديغيكت أي أن ديغيكت يلي هي الحديث المباشر أو المنقول كمان هون الطالب في عنده عدة جمال في الجمال اللي تكون بالحديث المباشر إذا بنا نستخدمها بالطريقة المنقولة في عدة تغييرات بتصير بالجملة الطالب بدي ينتبه على كل عنصر من عناصر الجملة اللي بالحديث المباشر في حال وإنه كان الفعل يلي عم ينقل الحديث هو بالماضي ففي عندنا كتير عناصر المفروض هي تتغير يلي هي زمن الفعل الموجود ضمن الجملة المنقولة هي ممكن الأدوات يلي هي بخصو الزمن مثل مثلا إيير بصير الارضي اندكاتور دي تان مثل كلمة مثلا هالأدوات هيا كلها بدأت تتغير في عنا مثلا أدوات مثل إذا كان في عنا سي مثل إذا كان في عنا كيسكو أي أدوات تانية في إلى أساليب تانية لازم تتغير فمجرد الطالب قرأ أن الجملة بالدسكور الفعل الذي ينقل الجملة هو بالماضي فلازم ينتبه أنه عنده كثير عناصر تتغير واحد من الخيارات التي يحطين إلىهم بالجمال هو الجملة الصحيحة بالطريقة الصحيحة بكل المعايير لا يحكم أي جملة من الجملة الأربع الموجودة عنده بورقة الامتحانية هي جواب الصحيح للجملة إما من الخطاب المباشر لغير المباشر أو من غير المباشر إلى المباشر طالب بحاجة منطقيا جميع هذه التغييرات وجميع المعايير التي استخدمها بالانتقال من الصوب المباشر إلى غير المباشر لحتى يختار الاختيار الصحيح طبعا أكيد ننتقل للوحدة الرابعة الوحدة الرابعة هي السوبر لاتيف يلي كمان هو الدرس هون بلش بمتل مراجعة صغيرة عن المقارنة التي أخذ الطالب بسنوات سابقة وهون كملنا بالسوبر لاتيف اللي هو التفضيل بالصفحة 74 كمان هون الطالب يريد أن نحن السوبر لاتيف يطبق على أي عنصر من عناصر الجملة في حال كان يطبق على مثلا أدجكتيف فنحنا فينا نغير الأداة اللي موجودة قبل البلو أو الموان اللي هي لأو لا أو لي في حال كان عم يتطبق على أدرب أو نو أو على فهون هو غير متغير يعني نحن دائما نستعمل لما أو لبلو فكمان هاي النقطة بتوجه الطالب أنه على هالمعلومات هاي كمان الطالب لازم يحلل الجملة يشوف أنه السوبر لاتيف جاي على أي كلمة تماما لحتى يعرف أنه شو يختار من الأربع خيارات الموجودة عنده تمام وحدة الخامسة صفحة 49 الادجكتيف اللي بخونه اندفيني الادجكتيف اللي بخونه اندفيني كمان هون الطالب عنده عدة أدوات بده كمان ينتبه بالجملة إذا هي جاية قبل مفردة أو قبل السنفة هي رح تكون ادجكتيف إذا كانت صفة ولازم تكون مطابقة وإذا ما كانت جاي الصفة جاي مكان اسم معين آخذ مكانه من الإعراب سواء فاعل أو معناته هي جاي بمكانها هو صار بونو وصار يعني ما يتطابق مع الاسم بس يتطابق مع الفاعل لبعضه مع الفاعل في حال كان فاعل تمام آخر نقطع قواعد الواحدة الست المية واربطاش نقطع القواعدية كانت عن البرونون ديمونستراتيف والبرونون بوسيسيف كمان هون البقونون ديمونستراتيف كمان الطالب بس بهمنا أنه ينتبه على شو هي الإشارة على كلمة مؤنسة مذكرة مذكر جمع مذكر أو جمع مؤنس ويختار الأداة اللي بتناسب وفي بالنسبة لبقونون بوسيسيف كمان بدا ينتبه مين المالك مالك الشيء والشيء المملوك سواء كان جمع أو مفرد ويختار الأداة المناسبة هذول طبعا سبقوا اتعلموا خلال السنة عن طريق التدريبات الموجودة أو عن طريق الكوخبيوس الموجود ضمن الدرس ملاحظة كتير مهمة أنه التبنيات الموجودة بالكتاب بما فيها الكوخبيوس الخاص بكل النقطة القواعدية هي كافية لأن الطالب يتمكن من هذه النقطة القواعدية ومن استخدامها ويكون قادر أن يحل فالاجتهادات التوسع بالنقطة القواعدية التي يمكن أن نرى بأي نقطة لا يوجد داعي لألال لأنها مرهقة وتخرج خروج خدود الكتاب ومطلوب منه بالامتحان فلنضمن تدريبات الكتاب ضمن النقاط القواعدية طبعا أحيانا يكون النقطة القواعدية إلا تتم إلا عناصر تانية ما أخذ الطالب بس نحن نضل بما هو مطلوب ضمن الكتاب المدرسي هذا بما يخص القواعد إذا نرجع للاختبار نحن وصلنا للمهارة الثالثة عمليا هي مهارة التعبير الكتابي لما شوفينا هنا نحكي عن التعبير الكتابي التعبير الكتابي بنقسم لقسمين القسم الأول له علاقة بترتيب والقسم الثاني هو الموضوع قسم الترتيب طبعا الطالب ممكن يتعرض لأكسترينوس مقطع من إما نص ترتيب نص أو ترتيب حوار فالمفروض بهذا القسم بالذات ينتبه الطالب للجنة الافتتاحية اللي محطوطة قبل جدول الترتيب فدائما قبل جدول الترتيب هذا مستعي موقف التواصلي أكيد فنحن حنحطه بجو النص اللي مطلوب منه ترتيبه فإما حنقله مين عم يحكي مع مين في حالة كان هو حوار وعن شو عم يحكي وين وين وبعدين حتطلع الجمال عنده حيرتبونه وفق ترتيب منطقي طبعا المفروض على طالبنا أنه يقرى الجمال كتير منيح لحتى يقدر يعرف أنه إذا كان فيه مثلا كيستيون غيبونس أسئلة أو أجوبة أو كان كونفرساسيون عادي يعني محادثة عادية بعدين يفصل الجمال يعني يفصل كل شخصية إذا كان مثل ما قلنا حوار يفصل كل شخصية لحال لحتى يقدر يرتب بشكل منطقي إذا كان فيه سؤال له جواب بالطرف الثاني يربط الجمال منطقيا مع بعضهم البعض يعني نحن ما مرتبهم عشوائيا لازم بكل سؤال جوابه يكون مرتبط بالسؤال اللي بعده حتى نقدر نرتب بشكل منطقي كامل يعني لازم نقرأ الجملة كلها يعتم من أولة لآخرة لحتى نقدر نعرف كيف يرتبط هذا الجواب بالسؤال اللي بعده في حال كان الحوار عبارة عن أسئلة وأجوبة أما إذا كان الحوار نص فدائما لازم نقرأ كمان الجملة كلها يعتم وننتبه أنه كل جملة بتبلش بحرف كبير إذا انتهت بنقطة فأنا هاي الجملة عندي منتهية إذا انتهت بثلاث نقاط معناها إلا تتم بالجملة الموجودة تحتها فدائما أكيد بهاي الجملة لازم يكون فيه بختامة أو بنص شيء بيدل على شيء لمرطبة أداة مثلا بتدل على الهدف ممكن نحط له بور يرجع لتحت يختار هو مثلا الهدف الانفينيتيف أو بوخ كون يختار الهدف طبعا حسب المعنى وحسب الترتيب المنطقي اللي موجود لأله فإذا إذا جاني أنا دائما نص لازم انتبه كتير منيح بشو بشو بدي يبلش الحوار تبعي شو هن النقاط اللي منتهية فيها الجملة اللي إلا علاقة بالشي اللي تحتها اللي لازم بربطه وبعدين بقرة الجملة الثانية وبشوف كمان شو العلاقة بالجملة اللي تحتها اللي لازم كملة حسب بالعناصر اللي أخذت كل السنة طبعا لأنه نحن هنجيب حوار الليه علاقة بالموضوعات اللي اتطرق لها بطول العام الدراسي يعني إذا كام عن فإذا ننتبه شو هو الامن والشو والأكتيبيتات والبيوت تبعا إلى آخرية حيكون نفس الموضوعات اللي موجودة مشابه للموضوعات اللي اتطرق لها طول السنة يعني المفردات والتعبير ما أنا غريبة عليه لا أبدا أبدا وحنحطه بجو اللقاء طبعا عن طريق جملة افتتاحية حنحطه بجو situation de communication اللي هو وين عم نصير وين عم نحكي مع مين وننتبه شغلة كتير مهمة أنه ننتبه له أنه النقط ثلاث نقاط معناتها في تتم تحت في إلك مال في حال كان نص بالإضافة أنه دائما بيختام كل جملة قبل النقاط لحيكون في شي مرتبط باللي بعده فأنا بدي أنتبه بدي أقرأ الجملة متكاملة من بدايتها لنهايتها في حال كان حوار في عنا مجموعة أسئلة مجموعة أجوبة كل سؤال بدنا ننتبه نربطه مع الجواب الصحيح لأله والجواب بدي يكون في شي بدل على السؤال اللي جاي بعده لحتى يطلع عندي أنا سب جمال مرتبة ترتيب منطقي طبعا متناسق مع بعض والبعض طبعا هذا السؤال عليه أربعين علامة الطالب بيبلش ياخد علامات من ثلاث جمال وأقل ما بياخد ولا علامة فأنا كل ثلاث جمال مرتبة منطقيا ورا بعضها بشكل صحيح حتى لو مو بمكانة صحيح يعني مو ترتيبه مثلا واحد اتنين ثلاثة رتبة ثلاثة أربع خمسة حتى بياخد طبعا هلأ الطلاب طبعتنا بتفكر دائما أنه أنا برتبة هاي جملة أول جملة هي صح لأش ما أخدت عليها علامة لأنه جملة واحدة ما بتكفي أبدا لأحتى أعتبر أنك أنت رتبت فالجملة مثلا لو بيرتب بي بعض فبأس إجت ببداية الحوار أخد خمسة وعشرين بأس إجت بنص الحوار أخد خمسة وعشرين بأس إجت بآخر الحوار أخد خمسة وعشرين علامة فدائما إذا فيه ثلاثة مرتبين منطقيا لحياخد خمسة وعشرين وكل ما كتروا عدد الجمال بتكتر العلامة فإذا عندي أربع جمال يأخد ثلاثين خمسة جمال خمسة وثلاثين طبعا ست جمال والحوار كامل يأخد علامته كاملة بس برجع بكرر التأكيد أنه نحن نقرأ الجمال كاملة من أول لآخرة ننتبه لعلامات الترقيم الموجودة ننتبه للسؤال إذا فيه سؤال يكون آخر الجملة سؤال مو نقطة ننتبه أنه دائما فيه علاقة بالأسماء الإشارة والضمائر ما منقدر نبلش فيها جملنا إلا إذا كانت مقطع مأخود من شيء معين فهذا ممكن يبلش فيه المهم أنه أنا عنتي فيه ترتيب منطقي لازم يكون متواصل وراء بعض والبعض ما يقطع التسلسل المنطقي ولا يخل بهالعناصر انسجام النص مع بعض ودائما نتذكر نقرأ الجمل المفتاحية هي اللي حتقلنا أنه هذا جزء أو حوار أو نص ما نستنى أنه مثلا ننتهي بسؤال أو نبدأ بسؤال أو ما أفكر بهالقصة نرى ما ترتيب المتناسق ونرتب على هذا الأساس رينال نظل بترتيب الحوار أي مهارة من المهارات الموجودة في الكتاب تساعدني لترتيب الحوار أو هذه النصوص التي اعتمت عليها ممكن أن نأخذ منها الجمل مطلوب أن يرتبها إن كانت حوار وإن كان جزء من النص من أي النصوص سأتي بالنسبة للوحدة هي ككل ترتيب الجمل ممكن أن يأتي من أي شيء انطرح ضمن الوحدة بشكل عام يعني ما في مكان معين أنه هذا هو المسؤول عن سؤال ترتيب الجمل يعني ترتيب جمل مشرط أبدا مشرط أبدا لا من الشفاهي ولا من كتاب ولا ما في شرط أبدا يعني من أي شيء موجود ضمن الوحدة ممكن يكون ينعمل منه صياغة على شكل جمال بغير ترتيب ويقوم الطالب بترتيبة فبالنسبة للطالب كتير مهم أنه كل وحدة من أول حرفية لآخر حرفية يكون أقسام الشفاهية التعبير الشفاهي التعبير الكتابي حتى جمل القواعد كل القواعد النصوص الموجودة أي شيء محتوى ضمن هالوحدة فالطالب مطالب فيه يعني ما في قسم معين مسؤول عن سؤال معين تمام فينا ننتقل مباشرة رنى مع الجزء الثاني للتعبير الكتابي هو التعبير الكتابي هو إنشاء موضوع هلأ طبعا بالنسبة للطلاب رح يشوفوا على ورقة الامتحان آخر سؤال يلي هو الكونسين يلي هي نص الموضوع هذا يعني بده معالجة بطريقة كتير واعية من الطلاب ونحنا منشدد على طلابنا أنه يا ريت نقرأ نص الموضوع قراءة بانتباه وبالدرجة الثانية نحلل نص الموضوع نص الموضوع اللي بيجيكم بورقة الامتحان محتوى فيه الشكل الموضوع اللي تكون تكتبوه الأفكار المطلوبة كل شي يعني ممكن يكون فيه عليه علامات ودرجات هو موجود ضمن الأشياء المطلوبة بنص الموضوع لذلك قراءة نص الموضوع هاي شغلة كتير مهمة وبالدرجة الثانية هو تحليله القراءة هي لحتى نقوم بتحليل النص يعني خلال القراءة منشوف مثلا مطلوب عنا مطلوب عنا مطلوب عنا اي شي تاني انفيتاسيون مثلا بنقدر نعرف نحن شو الشي اللي بدنا نكتبه هاي بالدرجة الأولى الأفكار اللي بدنا نكتبها هي بتكون كلها محددة ضمن الموجود ما في داعي اكتب واسترسل أكتر من الأفكار الموجودة ما في داعي إذا مطلوب عدد معين مثلا من او ديزافنتاج ما في داعي اتخطى هالعدد المعين المطلوب انا اكتفي فيه لأنه هذا اللي بكون عليه العلامات بالإضافة على أنه الاسترسال والكتابة بشكل مفصل وزيادة كمان هذا ممكن يعرضني كطالب لأني ارتكب أخطاء ويروح عليها علامات اخسر علامات بس بسبب الاسترسال الزائد واللي ما له داعي كل شي مطلوب ضمن النص يطلع الموضوع اللي عم بكتبه كامل ومستوفي كل العناصر طبعا ما بنسى انا كمان اعرف من خلال تحليل النص لمين انا موجه هاي الكتاب اللي عم بكتبها باسم مين انا عم بكتب كل هاي العناصر كل النادي موجودة بسلامة تصحيح لما نوزع الستين علامة الخاصة بالموضوع يعني طلب مرة اخذها ككتلة كاملة في ستين علامة جزء من العلامة على شكل الموضوع جزء من العلامة لمين انا موجه هذا الموضوع جزء من العلامة باسم مين انا كتبت وبعد ان تجي العناصر الفرعية انو انا كل الافكار المطلوبة بنص الموضوع انا استوفيت او لا ما بنسب بعدين جزء من العلامة اللي خاص بالارتوغراف شو قد اشان دي اخطاء املائية اخطاء متعلقة بالقواعد اخطاء الاهمالي لاستخدام ادوات الترقيم الاستخدام للحرف الكبير الحرف الصغير بداية الجملة تقسيم الفقرات بشكل صحيح استخدام الادوات الربط تفصيلات كتير كتير توزع فيها الستين علامة لحطى الطالب ما يخسر كتلة كاملة ما بنسب باضافة هذا الشي كله عدد الكلمات اللي انا بيكون محدد عندي كمان بنص الموضوع لازم احترمه ما اتجاوز 80 كلمة وما يكون اقل من 72 كلمة هاي بالنسبة لآخر 60 علامة بحصل الطالب بالنسبة للموزج الامتحاني هلا ضلعنا المية علامة الخاصة بالأدبي رح اتركها للاخير قبل انتقال للقسم الأدبي خلينا ناخد نظرة شاملة بس عن الموضوعات الموجودة بالكتاب الموضوعات مطلوبة مني ان كانت ورده بنصص كتابية او نصص سماعية اللي هي بالاخير موضوع واحد بيكون بكل واحدة درسية نبلش مع الوحدة الاولى الاما الوحدة الاولى عم تحكي عن الاحداث الاجتماعية لزي بين موصوص يو الطالب هيقرى مجموعة نصوص كل نص عم يحكي عن تقويم او حوار طبعا ضمن الكتاب ونحكي الانتحاني على الكتاب الكتاب في عندي نصين عبارة عن مقابلات مقابلة مع مثلا اوغانيزاتور دوليفينمون هذا المنصق او المنظم هيحكي لون عن تقويم لمجموعة احداث اجتماعية عم تصير ببلد معين طبعا احنا بنعرف من هالأحداث الاجتماعية مين عم يقوم بتنظيمة مين المشارك اين تبتصير وين شو النشاطات المستهدفة شو الهدف من هالحداث الاجتماعية يعني هذا النص السماعي الاول هو خطوة اولى للوحدة الدرسية للعلاقة بالأحداث الاجتماعية لطريقة تقديم الحداث الاجتماعية من خلاله بنعرف من خلال الاسئلة التي طرحها لمقدم البرنامج لمنظم الأحداث من كان منظم الأحداث كيف من خلال هذه الأسئلة والأجوبة أنا بعرف فيها العناصر لأنا لازم استخدمها لحتى قدم حداث اجتماعية لأنه هدفي بالنهاية في هذه الوحدة الدرسية اللي هو الموضوع بالنهاية وثمرت الوحدة الدرسية كلها تقديم أحداث اجتماعية إن كان ببلدي أو أي حداث أنا بحبسه معناها هذا الدرس هدفه بالنهاية هو تقديم حداث اجتماعية ومنأكد دائما هون على العناصر اللي أنا بقدم فيها الأحداث الاجتماعية اللي بكل درس ما هاي الدروس رح تتكرر صحيح ننتقل الكتابي كمان الكتابي عم يحكي عن تقويم الأحداث الاجتماعية كمان بباريس طبعا مثل العادة طالبنا لازم يقرأ الناس يحدد نوع الناس شو شكل الناس الموجود عنده وين منشور لمين موجه أمتى عن شو عم يحكي الناس طبعا بشكل عام هاي طبعا الفكرة الأساسية بعدين طالما عم يحكي عن حدث اجتماعي مجموعة أحداث اجتماعية صار ببلد معين كمان لح يرجع يطلع نفس الأفكار اللي إلى علاقة بالمعطيات طبع هالحداث اللي هي شو الأحداث اللي موجودة شو نوع شو مجالة أمتى وين شو نشاطة وإلى آخرية طبعا نحنا في عنا ورا كل درس مجموعة أسئلة تستهدف الأفكار العامة طبعا الناص اللي هي نوع الناص وين منشور وعن شو عم يحكي وإمتى أو وين ومجموعة أفكار أخرى كمان عم تستهدف الدني أو المعطيات طبعا هذول الأحداث اللي هي الهدف والنشاط والمنظم والمشارك وإلى آخر طب إذا حكينا شوي بس عطرة تدوية هاي الأسئلة كيف نبلش فيها دائما أسئلة نبلش من الأفكار العامة الشكل الفكرة العامة للناص وهي تحت عنوى ديكوفرير أو ديكوفراء ايه تماما اللي هي العلاقة بالألمان ديكوفرير أو ديكوفراء اللي هي البوقف التواصل لتبع الناص بعدين نفوت بقى بالتحليل اللي هي التحليل لتبع الناص اللي له علاقة بالدني لشاك يعني شاك ما موجود عنده كل حداث كان قبل شوي ما جعله نوعه هدفه ونشاطه طبعا مو ضرورة كاش يكون مسكور بس هنه هدول حسب شو عمدي أنا بالنص المتحاني بطرح على أسل طالب حيتطرق لمجموعة أسئلة إلى علاقة بالأفكار العامة بعدين هندخل شوي شوي على التفاصيل بس حتوستهداف سواء بجملة صح وخطأ أو بجملة خيار من متعدد طيب هلأ قبل الوصول نص الكتابي في عندي كمان التعبير الشفحي وأحيانا بيحمل نصوص أو نصوص صغيرة كمان أنا هاي شو وظيفة أو هل مطالب لازم يعيرها الاهتمام الكافي أو طبعا لأنه هي عم تعطيني كمان شكل جديد من أشكال عرض الحداث الاجتماعي اللي موجودة عنها يعني نحن عم نحكي عن فكرة عامة هي الحداث الاجتماعية وعم نعطيها بطرق مختلفة مرة مثلا عن طريق درس سماعي عن طريق مقابلة مرة عن طريق إعلان مرة عن طريق نص منشور على الانترنت مرة عن طريق مقالة فالطالب حياخد نفس الفكرة بنفس المعطيات بس بطرق مختلفة هذا الشيء بيفيده كتير أنه لما أنا بدي أخذ هاي الفكرة كفكرة بنفس الفكرة الأساسية الموجودة بالكتاب بنفس المفردات ومرادفات اللي موجودة بالحقل المفردات اللي عنده اللي لازم يدرسه وحتعرض له بطريقة جديدة بالامتحان فهو بالأساس لما درس الوحدة تعرض لعدة أشكال من أشكال عرض الفكرة فلما بيجي على الامتحان بتجي فكرة جديدة أو شكل جديد مو فكرة جديدة إنه فكرة نفسها فما الحل أي مشكلة نهائية لأنه بالأساس حاكم عقله بعدة أشكال للنص عم تتطرق لنفس الفكرة بس بطرق مختلفة يعني هاي نصوص صغيرة مانا للإهماء كثير ضروري طلب يعيرها نفس الاهتمام من قدمه لنص الاستماع أو نص المقروع وهي مشروع لنصوص موازية كما بالنهاية إن كانت حتى كمفردات وكتركيب وكأحداث اجتماعية مقترحة أي مهارة موجودة سواء كانت تعبير كتابي أو تعبير شفوي استيعاب كتابي أو استيعاب شفهي يعني قابلة للقياس بالامتحان بطرق مختلفة حسب بقى قابلة لعادة تشكيل لتعطي الناس موازية إلى نصوص كتاب أكيد طبعا طالبنا لما بديمسك هذا الكتاب يدرس يحلله من أول مهارة لآخر مهارة بدون إهمال أي مهارة يوصل لتعبير الكتابي هو يزدد كل شي يشتغله وهو بالأصل درب عليه من خلال الأسئلة المرافقة لنصوص تعبير الاستماع ونصوص الفهم الكتابي ننتقل للوحدة الثانية رانو الوحدة الثانية بتحكي عن الأحداث الإنسانية كمان بالشفهي كان في عبارة عن مقابلة بتحكي عن جمعية إنسانية بتساعد أشخاص معينين كان الهدف مننا هو التعريف كيف منقدم عن جمعية إنسانية كيف نعمل بريزنتاشون طبعا شو المهم إنه لازم ينذكر لازم طبعا تنذكر اسم الجمعية مين الناس المسؤولين عننا مين الناس المستهدفين بتساعد مين في كمان مثل مفردات وأدوات آلية المساعدة آلية المساعدة كيف الطريقة كيف التكنيك لحتى نساعد فيها كل هذه العناصر بيخصوا تقديم عن جمعية إنسانية وبنفس الوقت كمان هذا ممكن يساعد بقية يعني بقية المهارات اللي موجودة ضمن هالوحدة لأنه كمان هالشغلات هاي بدأت تكرر معنا بقية المهارات الموجودة فكان كمان في عنا أسئلة اللي بتتضمن الفهم العام يلي هو عن شو عم نحكي وعن اسم الجمعية وكان في عنا أسئلة بتستهدف العناصر التفصيلية يلي هي الأشياء التفصيلية اللي إلنا عنا يلي هي مين بتساعد مين المستهدف بالمساعدة كيف الطريقة للمساعدة كل هالأشياء التفصيلية موجودة بالمجموعة الثانية من الأسئلة يلي بتستهدف الأفكار التفصيلية. طبعاً كلاته له هدف نهائي واحد. اللي هو؟ هو نكتب أو بنهاية الوحدة المطلوب أنه نكتب مقترحات لأعمال إنسانية بهدف إنساني. أو نشاطات إنسانية بهدف إنساني. ما بنسى كمان بإحنا بنهاية كل الوحدة درسية كمان عندي تدريبات عليها. كمان بتحمل نفس الشيء. خلان نصارت بس جو مانترين بالوحدة الثانية. جو مانترين بالوحدة الثانية. كمان بتستهدف كمان بيكون في عنا نص موازي شفهي. ممكن يقرأوا الطالب موجود بنهاية الكتاب. كل النصوص الشفهية موجودة بنهاية الكتاب. ممكن طالب يقرأها. كما بيكون عليه أسئلة عامة. وبعدين بيجي تحت أسئلة تفصيلية بتخص هالنص السماعي. هيك بيكون الطالب تدرب كأنه تدرب على شيء موازي للشيء اللي أخده بالمهارة الفهم الشفهي. كمان بنفس القسم بيلاقي عنده نص كتابي. كمان هو بيكون موازي للنص الكتابي الموجود بمهارة الفهم الكتابي ضمن هالوحدة. كمان يعني فيه نفس المفردات. نفس التراكيب. ما بيشوف كلمات جديدة. مثل ما قلنا الكلمات الجديدة ما بتكون بتعيق الفهم. بيقرأ النص بيلاقي عليه أسئلة عن الشكل. عن الفكرة العامة أو عن عناصر موقف التواصلي. وبعدين بيجي من بعدها أسئلة بتخص العناصر التفصيلية أو الأفكار التفصيلية. بقسم جمان تغين كما في عنا تدريبات بتخص الغرامير أو النقطة القواعدية. وبعدين بيجي عنا كمان موضوع كتابي. لحتى كمان الطالب هو يجرب حاله يكتب موضوع موازي للشي اللي كان مطلوب بنفس الوحدة. وما بنسى تدريبات التعبير الكتابي. تدريبات التعبير الكتابي اللي بتسبقه هي بتساعد الطالب على أنه يلاقي الأدوات اللي بده إياها. بيلاقي مفردات. بيلاقي تراكيب. بيلاقي تراكيب. أفكار جديدة. بتساعده. يعني دائما القسم التعبير الكتابي بكل وحدة مسبوق بتدريبات تحضيرية لحتى تساعد الطالب على أنه يعرف شو الشي اللي مطلوب منه يكتبه. تمام. وحدة الثالثة. الوحدة الثالثة عم تحكي عن الصالونات الثقافية. طبعا كمان مثل ما استهدفنا بالوحدة الأولى والثانية. في عنا الصالونات مستهدفة بعدة مهارات. مرة بمهارة الاستيعاب الشفوي ومرة بمهارة الاستيعاب الكتابي. بالاستيعاب الشفوي عنا مستهدفين الصالون ديوليف فرانكوفون. في عنا طبعا مجموعة أسئلة بتخص متل ما اتفقنا. لشكل العام طبعا النص. يعني كيف اتطرقنا لفكرة الصالونات الثقافية. مبلش بالأفكار العاملة. هي العلاقة بالموقف التواصلي اللي موجود. مين عم يحكي مع مين. وعن شو عم يحكي الدرس. وين وامتا. بعد ما نفوت بتفاصيل الصالون. كمان الصالون الى دونية معينة. له عناصر معينة. بدون نسأل عنا. واللي هي العلاقة بالأفكار التفصيلية للسالونات. مثل نوع الصالون. شعاره. أعضاءه. كل قديش ممكن يصير هذا الصالون. النشاطات والهدف. طبعا هدول كمان نفسهم زعتهم. مستهدفينهم بالمهارة الأكسبريسيون إكريت. يعطينهم أنونس. إعلان بطريقة تانية. هالمرة عواد مقابلة بين أشخاص هني أعضاء مع الصالون. مستهدفين الصالون عن طريق إعلان. كمان بيحمل نفس العناصر. بس تغير الشكل. تغيرت المفردات. بس هي موازية لما أخذوا بالشفاوي. وإذا رحنا للكتابي. كمان عنا تقديم الصالون. كمان نحن نعلم الصالون توريستيك. بالنهاية هو كولتوريل. كمان عن طريق آرتيكل ننشور على الإنترنت. كمان نلاحظ أنه دائما عم نتدرج لأن الأفكار العامة لإلى علاقة بالشكل والموقف التواصلي لنصل للأفكار التفصيلية لإلى علاقة بالنوع الصالون. لأهدافه. لنشاطاته. لأعضاءه. نوعه. أهدافه. ونشاطاته. وأعضاءه هدول هنين اللي نحن نازلين. كالعادة كله رح يصد بالتعبير الكتابي. أكيد طبعا. مطلوب بني أنا هون كمان أنا أقدم حدث. أسره كمان. تمام. وكمان أسر يعني اشتراك الشخص بهذا السالون. شو ممكن أنه استفيد أنا. شو هو التأثير ثقافيا علي. أنا شو حاستفيد إذا طبعا تثبت لهذا السالون. نروح على جوماندغين. كمان عنا نص شفوي بيحمل نفس الأفكار. هذا النص الشفوي عم يحكي عن نيسانس دو سالون كولتوريل عم يحكي عن نشأته وكمان نفس الشي نرجع من أعضاءه من وقته شارك في وين أيمتها وشو الهدف وشو النشاطات. آخر الشي كمان نفس الشي إجارة عن شيء نفس الماضي. معنات طالبنا خلال دراسته للوحدة عم يأخذ الفكرة بريزنتي عن سالون كولتوريل أو ليترير أو شو مان كانوا على السالون. بشكل عام عم يأخذها بالتفصيل الممل بعدة أشكال مختلفة تعرض لعدة أنواع للسالون فصار عنده فكرة عامة. بالإضافة لمجموعة تمارين عم تساعده بإنه يبخيزنتي عن سالون أو يعمل أنفيتاسيون لسالون عن طريق اللي عم نعطيه إكسبريسيون عم نعطيه لوكيسيون عم نعطيه أدوات ربط عم نعطيه الأفكار كلها أخذها عم نعطيه العناصر اللي بدنا نياها إذا بدنا نحكي عن سالون. فبالنها طالبنا أشبع بالفكرة وأخذها من كل جهاتها بيقدر يجاوب على نص زائجة بالاستيعاب ويقدر يكتب موضوع له علاقة بنفس الفكرة. ممكن يرتب حوار أو متطع عن النص خاص بي. ممكن يرتب حوار له علاقة بالسالونات أو بأي فكرة مطروقة بالكتاب. تبخينا أسرع شوي بس الوحدة الرابعة والخامسة رانا؟ الوحدة الرابعة كانت عم تحكي عن الفام دون اللي تغاتور عن النساء بالأدب أو بالأحرى كمان النساء يلي كان إلون تأثير بالمجتمع. فكان في عنا نص شفهي ونص كتابي واتطرقنا لعدة نساء كان إلون أثار كثير مهم بالمجتمع. وتعلم عناصر الزائجة. وكان الهدف من كل الوحدة بنهايتها التي هي سمرة الوحدة التي هي كتابة موضوع عن أو بالأحرى يكتبوا مقال عن دور المرأة بعدة مجالات. فإذا نشوف بالتعبير الكتابي بالتمرين اللي قبله كان في عنا ست نساء نحكى عن أعمالهم وهن بعدة مجالات إن كان بالسبور ولا كان بالفضاء أو كان بالعلم بالعلوم أو كان بالمجتمع. فكان إلون أثر كبير وكان المطلوب إنه نكتب عن نساء بدورهم بعدة مجالات. فمن خلال الوحدة كلها الطالب تعلم مفردات، تعلم أدوات، تعلم كيف يكتب ويحكي عن عدة نساء بعدة مجالات. ودور اللي قدموا. والدور اللي قدموا. وكمان طبعا بالجامان تغين وقسم جامان تغين كان فيه مثل العادة نص شفهي نفس كتابي بيحكي كمان عن المرأة وعن دورة والأسئلة مثل العادة. بنرجع صارتنا كمان مرة تانية عناصر السيرة الزاتية من خلال شخصية جديدة. تمام. أغاثة كريستي. تمام. وكمان كان بالنهاية فيه موضوع كمان لازم الطلاب يكتبوا موضوع عن المرأة بمختلف المجالات. الوحدة الأخيرة لما؟ في الخامسة. الخامسة عاكم. الخامسة وحدة الروبو. طبعا الانتليجنس أرتيفيسيال أو الزكاء الصناعي. طبعا نطلع من المجال الأدبي نطلع شوية المجال العلمي. طبعا. الزكاء الصناعي نحن متطرقيله من خلال وجهات نظر حدث اختصاصيين بهذا المجال. سواء كانوا بور أو كونتر أو أفانتاج أو ديزابانتاج أو طبعا كونفيانس أو ميفيانس. يعني حناخد العلوم هالمرة من وجهة نظر إيجابية أو سلبية حسب الأشخاص المتطرقيلون. سواء بالاستيعاب الشفوي أو بالمهارة الكتابة. فإذن حنتطرق لمزايا ومساوئ الروبو عن طريق وجهات نظر مختلفة من أشخاص اختصاصيين بالاستيعاب الشفوي. كمان حنرجع نحكي عن العلم ووجهات نظر مختلفة لأشخاص مختلفين سواء كانت وجهة نظر إيجابية أو سلبية بالتعبير الشفوي. بعدين بالكتابة مزايا ومساوئ الروبو وهل لازم نحذر منه أو لا كمان عن طريق مقالة والترقيلة بالاستيعاب الكتابي. وطبعا عناصر المحاججة وعبداء الرأي كلها تواضحة ومستهدفة ضمن هذه الوحدة الدرسية. تماما بالنهاية الطالب بده يصل ليعطينا تيز فرضية هل هو مع أنه الزكاء الصناعي الروبو يدخل الروبو بمجالات مختلفة في الحياة أم هو يضد. طبعا هو يقدم وجهة نظره وهو خلال الدروس تدول كلياتها من خلال آراء اللي عرضوها الأشخاص ومن خلال النقاط اللي حطي لهم ياها نحي ضمن جداوي اللي بتساعدهم انه يحكوا عن وجهة نظره هل هني مع أو هل هني ضد بالإضافة لأرجمون. حجاج بتقول ليش هني مع أو ليش هني ضد بما يخص طبعا أكيد تخالي الروبو بالحياة اليومية للمسنين أو للأطفال أو بالحياة المهنية سواء بالطب التعليم إلى آخره. فإذن الوحدة كلها عم تعطيني مزايا أو مساوئ شيء للعلوم بشكل عام وشيء للإنتاليجانس أكتفيسيال بشكل خاص اللي هو الروبو اللي بتطرق له كل الوحدة. كمان بترتيب الحوار لحنا نطرق نفس الفكرة اللي هي وجهات نظره إيجابية أو سلبية مزايا أو مساوئ مع إقزامت مع أمثلة على كل ميسال. الوحدة السادسة كانت تحكي رح نستعرضها بسرعة كانت تحكي عن غزو الفضاء كانت عم تحكي بنصوصها عن كل شي في تطورات حصلت بسبب غزو الفضاء وتأثيرها على حياتنا اليومية. طبعا على التأثيرات الإيجابية لحياتنا اليومية ونذكر عدة أنواع من الإنوفاسيون أو هي الإبداعات أو الإختراعات. وكان المطلوب بنهاية الوحدة طبعا لأنه هو النص الكتابي كان جاي على شكل كرونولوجي. لما نقول كرونولوجي يعني هي ترتيب أحداث من الأقدم للأحداث. فكان المطلوب كموضوع كتابي أن نكتب عن غزو الفضاء وتأثيره على حياتنا اليومية كمان عن طريق كرونولوجي. بس هون كانوا فاردين علينا الإبداعات أو الإنوفاسيون أو الإختراعات التي كانت مفروضة علينا لحطى الطالب يكتبوا عنها. بس طبعا لأن الطالب تعلم بالنص الكتابي وهون فهو يعني بيقدر بأي وقت يكتب عن أي مجالات أو إختراعات أو إبداعات حصلت بسبب غزو الفضاء وتأثيراتها الإيجابية على حياتنا. أنت وما هي كون استعرضنا الكتاب كلياتو صفى عنا المية علامة الخاصة بالفرع الأدبي. نحن حكينا في ثلاثة متعلامة للعلمين. الفرع الأدبي رح يتميز بسؤال واحد أو عدة أسئلة خاصة بالملحق الأدبي. رح نستعرض شوي بشكل سريع الملحق الخاص بالأدبي اللي هو عبارة عن ثلاث وحدات. وحدات وحدات. الواحد الأولى العلاقة بالكوميديا المسرحية وفيما عندي هون معارف. هذه النقطة اللي أنا حابة أكد عليها هي المعارف الأدبية. بس المطلوب من الطالب أن يطرق لها خلال هاي الوحدات الثلاثة دون تدخل بالتفاصيل التاريخية. من تواريخ وأرقام تفاصيل تانية. أنا بهمني هوني المعارف اللي علاقة بالمعارف الأدبية بشكل عام. نتعرف فيها على أنواع المسرح. نتعرف فيها على بعض كتاب المسرح السوريين المعروفين كثير. عندي بالمقطع الأول فينا نبلش أنسي لما إسعاراتك سريع. طبعاً بالوحدة الأولى عنا الكوميديا. وعنا مجموعة معارف تخص تعريف الكوميديا. مثلاً أنواع الكوميديا. في عنا كوميديا كلاستيك وكوميديا مودرن. طبعاً فيه كمان أشكال للكوميديا لإعلاقة كوميديا الموقف وكوميديا الحركات. يعني كل شيء بخص الكوميديا كتعريف كمعارف عامة. هي طبعاً مستهدفة بالقياس. مع أمسلة. مع أمسلة طبعاً. طالب لازم يعرف أن كل كوميديا مين؟ أعطيني مثال مثلاً. نوع مسرحية ممكن موجودة. بالكتاب حطي لهم موليار. وحطي لهم مجموعة مسرحيات. كل مسرحية إلى موقف كوميديا معين. بيدل عليه مثل مثلاً لعفار البخي. اللي هي الكوميديا. مثلاً الكاركتير الشخصية. في عنا مجموعة إذن عناصر. بتخص كل نوع من أنواع المسرحيات. يعني طبعاً أننا كلهم مذكورين بالكتاب. فنحنا بس بدنا الطالب يحفظ هالمعارف لإعلاقة بتعريف الكوميديا. بأنواع الكوميديا. الفرق بين الكوميديا موديرن والكوميديا كلاسيك. مع أمثلة. مع أمثلة. مثال. 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 طبعاً موليار شوية. نحن نضل بحضوة الأمثلة الموجودة بالمحة. وشوية معلومات عن موليار والمسرحيات. مسرحيات الأساسية. بس محياته ذاتية. طبعاً أكيد ما منتطرق لأمثلة. إنه شو أعماله المشهورة. البيوغرافي طبعا. أما بالنسبة لما يخص الوحدة الثانية فهي التراجيديا. كمان التراجيديا في عنا التراجيديا كمان كتعريف كأنواع. كما في عنا تراجيديا كلاسيك وتراجيديا موديرن. وفي عنا تراجيكوميك بتأنواع. بدو يعرف شو فر. طالب لنا دميع في الميز. هذا نص تابع للتراجيديا. كل شيء معارف مع علمات. هذا نص تراجيدي كوميديا. أو هذا نص تراجيدي الكلاسيك. تماماً. هي مسكورة الخصائص. كل نوع من كل تراجيدي مسكورة. وفي عنا ميزة لكل واحدة. أكيد. المفروض على طالبنا معارف الأدبية اللي بتخص الكوميديا. معارف الأدبية اللي بتخص التراجيديا. إذا جاني كمان سؤال بيخص التراجيديا. يحفظ يعني حاطينه كورني وأنوي. ككاتبين بيكتبون مسرحيات التراجيديا. وبعض أسماء لمسرحياتهم. ومن يجب أن يكون قواعد المسرح الكلاسيكي. تماماً. هي عناصر المسرح الكلاسيكي للتراجيديا الكلاسيكي والموديل. كل شيء معارف مع علاقة بالكوميديا والتراجيديا والتراجيكوميك. هذا لازم يعرفه الطالب بالمعارف. حسب ومكتوبة عنده يعرفها. طبعاً هي حتيجية أربع أسئلة من خيار متعدد. فهو المفروض يقدر يميز بيناتهم. الشابتر الأخير هو يحكي عن الكتاب المسرحيين السوريين. في عنا كاتبين محمد الماغوت وصعد الله ونوس. يريدون يعرف أهم المقولات لهالشخصين. شو الجوائز اللي حصلوا عليها. أشهر أعمالهم. يعني ما بدنا ناخد البيوغرافية بالتفصيل الممل. بس بدنا ناخدها. فينا ناخد بسطوط العريضة. مثلاً أحداث العامل أثرت بكتاباتهم ضمنها بمسايتهم. مواقفهم. أهم أعمالهم. الجوائز اللي حصلوا لها. أشهر مقولاتهم. أشهر مقولاتهم. والأشهر الأعمال اللي كاتبينها. بالخطوط العريضة. وليس بالتفاصيل المملة. فإذاً ناخد ثلاث شابترات موجودة عندهم بالكتاب. عليها أربع أسئلة خيار متعددة. كل سؤال عليه 25 علامة. بخص المعارف فقط. المعارف اللي علاقة بالكوميدي والتراجيديا. مشكراً بيناتك صبايا. نحن وصلنا لنهاية الندوة تقريباً. بس بشكل مختصر. شو ممكن نقدم نصائح لطالبنا. لا. في عندهم سترس كتير كبير. كونهنين طلاب المحسنين. أو طلاب اللي راسمين بس بمادة لغة الفرنسية. وهي فرصة لحتى ياخدوا الشهادة بعد تجاوز هذا الامتحان. أو في طلاب اللي عم تدور على جزء من الإتمام العلامي. وتحسين درجاتها. شوفوا عنكم نصائح خاصة للطلاب. مما يخص مادة اللغة الفرنسية. حلق. يلا سترس. تضريني. أنا أحب أنصح طلابنا بالهدوء بالدرجة الأولى. بقراءة النص بتروي. بقراءة معمقة. يلي بدون يقدموه هلأ بالتكميلي. هن سبقوا وقدموا الامتحان. يعني هلأ اجتازوا هالتجربة. يعني بيكون وطقطة أخف عليهم. عرفوا شكل الأسئلة الموجودة. بس قراءة النص بتروي وبهدوء وبقراءة معمقة. ويبدوا بالأسئلة. يعني مثل ما بيحبوا بالأول شيء بالأسئلة العامة. بعدين بالأسئلة التفصيلية. بالنسبة للقواعد. يقروا الجملة يحللوها تحليل. نحلل الجملة لحتى نعرف أي الجواب الموجود. صحيح نحن عنا أربع أجوبة. بس بدنا نحللها قواعدياً لحتى نعرف شو الجواب الصح. بالنسبة لترتيب الحوار. مثل ما قالت زميلتي لما. كتير مهم. أو ترتيب النص. كتير مهم نقرأ الجملة المفتاحية الموجودة قبله. نعرف إذا هو نص أو هو حوار. ننتبه على كل تفاصيله. نعتمد بالدرجة الأولى على فهم معاني المفردات. وبالنسبة لكتابة الموضوع. كمان مثل ما حكينا. أنه نقرأ النص نص الموضوع ونحلله. نشوف شو الشكل اللي من نكتبه. شو الأفكار المطلوبة وبمنتهى التروي. وأي شيء ما يكون متأكديم منه. في عنا مسودة بالورقة نحط على المسودة. وبعدين ننقل بطريقة نظيفة على ورقة المبيضة. وبتمنى على النجاح والعلامات الجيدة. شكراً كتير رنا. بتحب تضيفي شيء يا أنسي لما؟ يعني حكيت كل شيء الآن سي رنا. يعطيها العافية. بس أنه يعني ما يتأثروا بالجو المحيط. وهنا سبقوا وخضعوا لنموذج وزاري امتحاني. وكان كتير واضح وما في شيء. يعني نحن بنعرف نص عليه أسئلة عامة وأسئلة تفصيلية. جمع القواعدية بتتشموا النقاط اللي أخدوها. والترتيب الحواري ينتبهوا كتير من نحن المنطق تبع التسلسل. ويقروا الموضوع. يعرفوا كل عناصر ويكتبوا بشكل جيد. كنتم نتمنى عليهم التوفيق. أنا كمانا بتمنى التوفيق لطلابي. وعندي نصيحة خاصة كمان أنه كون دائما مرجعنا الأول والنهائي هو الكتاب. الإجتهادات الثانية الموجودة بالنواط اللي عم شوفها بالسوق شوي عم تعمل بلبلة ما بناياها. خيرنا بالكتاب. بما يخص كتاب وكافي ووافي لحتى نكون قادرين أتمام العلامة. بالامتحان النهائي. بتمنى التوفيق لكل طلابنا المتقدمين للدورة التكملية. ووصلا لنهاية الندوة. شكرا كتير لكم. شكرا كتير لنا. شكرا لكم. شكرا. شكرا.